السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصفتنا لهذا النهار كيك ترطة المكونات ديالها بسيطة في المتناول بأقل تكلفة ان شاء الله سنتحضروا كيك ترطة راقية تقدموها الوليدات ديالكم والضيوف ديالكم كيف قلت بأقل تكلفة بدون بيت بدون حليب ولا زبدة ولا يوغورت والمضاق جد مميز في هذا الكيك هذا خليكم معي أخواتي من الليلة الأخير نشوفه مع بعضياتنا طريقة المراحل ديال تحضير هاد كيك ترطة تزيين كيبقى اختياري نشوفه القاعدة مع بعضياتنا لأنها جد مميزة نبدو على بركات الله المكونات ديال الكيك كيف كتشوفوا معي بدون بيت ولا حليب ولا يوغورت يعني المكونات الرئيسي الماء باش غدي نخلطه هاد الكيك هذا ربع لتر ماء عندي كاس سكر سنده او سكر حبيبات دائما تكون ارقيقة وعندي نفس القياس كاس ديالزيت يعني نفس القياس ديالسكر نفس القياس ديالدقيق نفس الطريقة عندي جوج كيسان الوزن ديال الكاس ديالزيت ليان 150 مليليليتر او لا القياس ديالعبة عندي جوج مع الكبار ديالك او لا جوج تشاشيات وعندنا جوج أكياس ديال الخميرة كيموية باودر باودر سوى ديل سبعة غرام في كل واحدة او لا ديل تمانية غرام هاده هما المكونات كيشوفت معايه ما عندناش المكون الرئيسي الماء وكيف يجربها اول شيء سوف نغرب الدقيق ولو انني مغرب لها المرة الأولى سوف نغرب لها النواشف نضيف الكاكاو ودائما بش نحصل على نتيجة في الحلوية بصفة عامة نوضف الكاكاو لما يكون النوع غامق أو اللون غامق نضيف الكاكاو هذا النوع يتسألني على الكثير لأخوات أنا كنا أخذه من المتاجر التجارية الكبرى هو هذا الكاكاو المر لا يكون اللون غالق هذا نبينه لكم هنا لأنني جتني تسألت كثيرا على النوع الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف الكاكاو هذه الكاكاو نضيف الكاكاو نضيف السكر نضيف الكاكاو عن المكونات نضيف المكونات النواشف نضيف الزيت ونضيف الماء يجبون بيت ونشاء الله نتيجة الناس ستجد اعتمد عندكم حتى انتمه ومشهده الاخوات اللي يجربوه وعتمدوه ان شاء الله ستجدنا رأيهم في التعليق وهذا النوع هذا الكيك سميه المظلمة لانه قالوا بانه مظلم يعني ما اعطيناه لا بيت لحلي بلا زبدة ولكن نتيجة الناس خيالية في هذا الكيك نضيف رسم عرقة ديال الخل سواء الابيض او لا الاحمر اللي توفر المكونات ديال الخليط را هم مضبوطين اعبار كيف كنقولو ما تنقصو ما تزيدو كي جي هو هدا والكتافة ديال الخليط ديال الكيك هي هاتي سفيه غدين جيب صيني ديالي او للقالب اللي غدين دير في هاد الكيك انا كنت خدمته من قبل في المل العجيب ويعني والحفرة دياله درنا فيها كريمة هنا يا غادي نغيره شوية وغادي نشوفه معي درته في الصينية على هاد القياس لانه بغيتها تكون شوية رقيقة وعلى العموم هو كي جي شوية عالي وفي نفس الوقت كي جي خفيف فيه واحد الخفة يعني ما تخيلوهاش الى عندكم القلب اللي كيتحلم الجوانب هو مربع او لو ممكن ديروه دائري وكيتحلم الجوانب يكون احسن لانه خفيف ما غاديش يصلح انه كنت بقوا تتخلبوه من جهة الجهة سوف نفرغ ما تبقى من الخليطة ديالي ديال الكيك ونقتلها لوجه ديالها هاد الوقتة غادي نشعل الفران ديالي الفرن كيكون يلاه كنسخنوه بضع دقائق لانا عندنا فيه الكاكاو وغادي نسخنوه بضع دقائق وغادي ندخل الخليطة او صينية ديالي للفران من الجهة السفلة كنشوفوها احتك كتبدا تحمر شوية وبعد غادي نشعل عليها من الفوق تكمل طيب ديالها سوى قدرتوها فرن كهربائي او لا فرن غازي حاولو انكم تخلطو شوية صينية ديالكم باش تحيد منها الفوقعات وتقديها لوجه ديالها وفي هاد الوقتة اللي كتكون صينية ديالنا في الفرن غادي نوجد المشروب اللي غادي نسقيها بي هنا عندي واحد الكاس ديال الحليب اللي كيكون دافي وهاد المرحلة هادي ديال اننا نسقي وهاك تبقى اختيارية غادي ننضيف مع شوية ديال قهوة سريعات الدوابان ممكن انكم ديروا القهوة مقطرة انا هنا بغيتها تكون شوية مخفة ما تكونش يعني السقوة ديالها ما تكونش قاسحة دفت معها معلقة كبيرة ديال الكاكاو هذا الحلوب يعني اللي كنصيبوا الوليدات ديالنا في الحليب يعني مشروب كأننا نصيبين مشروب ديال القهوة والحليب خصوصا ان الجو بارد يعني غير هاد المشروب هاكا يد شربوه يعني كأننا غادي نصيبو لنا مشروب ديال القهوة والشكولات سوف يكون هاد الخالطة ديالنا بارد سوف يوجد والطرطة ديالنا سوف نخرجها او اللي خرجتها من الفران شوفوا معايا كيفاش ديالها خفيفة مسفجة غير كندير سيكين لان اللون ديالها كيكون كحل او اللون ديالها كيكون غامق يعني باش ما تفوتش لكم في الطياب نتمنى تباليكم كيفاش ديالها من القاعدة ديالها لانها اسفنجية وعلى العموم انا غادي نقلبها باش نوريها لكم عن قرب اكتر ردوا البل انها كتفتت بكل يعني ضغياء ارطبة بزاف من الاحسن انكم تقدموها في يعني القالب اللي انتم ما غادي نطيبوها فيه انا حاولت انني نقلبها هنا بسرعة فهد الطبيسي لهذا شوفوا معايا القاعدة ديالها كيفاش ديالها اسفنجية ونشربها بهاد الحليب اللي معها القهوة الشوكولات وضغياء كتشربوا يعني بحاش بونشة كتشي خفيفة حتى الاخوات اللي ما كي ياخدوش البيض ممكن انهم يعني وضفوا هده تورتة هادي كنخلي هكا تشرب على جنب وغادي ندوز نصيب الكريمة اللي غادي غير نزين بها انا هده تورتة هادي او لالكيك ممكن ديرو اي قلاساج بغيتو ممكن ديرو اي تزيين ممكن يكون يعني شوكولاتة ديبة معها يوغورت مدق شوكولاتة انا هنا عندي قشتة طريا معها محد معي لقا ديال الجبن وكنضيف شوية ديال السكر السقيل لان دائما نخدم بكريمة اللي كتكون غير محلات خاصة بالطبخ وبخاصة بالحلويات لهذا كنضيف كمياء ديال السكر السقيل باش كتقدليا الضوغ تزيين كيبقى اختياري يعني هاد المرحلة ديال الكريمة اختيارية ممكن ديرو اي قلاساج انا هنا كنضوغ الكريمة ديالي كنشوف هاي لخاصة شوية ديال السكر وكيف قلت ممكن انكم ديرو قلاساج ديال شوكولاتة دهنوها بيه من الفوق غادي نفرغ هاد الكريمة في جايب حلواني والطرطة دياليها هي تشربت كنحاول انا نندفع الكريمة وكنبدأ في التزيين ديالها على شكل ورود بحل هكا منين كنضيفوا الكريمة مع القا ديال الجبن يعني كتجي عاقدة يعني بالنسبة لهاد الوريدات كيبانوا ليكم انهم اه شكل ديالهم يعني اه بالبوق كيبقا مسنين او لباين مسنن يعني كيف كتشوفوا معي لانا عندنا الكريمة فيها جبن لهذا كتبقى اقابطة تزيين كيبقى اختياري عندي هني شوية ديال الرمان عندي شوية ديال الفواكه الطرية وعندي هاد يعني اللي فخويكم في هكا تقريبا غير واحد اللي حبة وحدة او لا اربع حبة من الفاكهة ممكن انها تزيين لنا هاد الطرطة هادي تزيين كيبقى اختياري واللي الدق عندكم هاد الطرطة هادي او للي شافها عندكم هادي يقول بانكم خديتوها يعني بوحدة تكلفة وهي يا في المتناول شي حاجة اللي بسيطة راقية كيف كتشوفوا معي التزيين ديالها هنا بالنسبة لوليدات يعني كنا اخدو هاد الحبات او لهاد البيض كيكون هاكا كي يتباع تهويه ديال لوليدات كيكون هادا هو الشكل النهائي ديال كيك ترطة اللي صيبنا مع بعضياتنا كيف قلت لكم بالنسبة القاعدة ديال هاد الطرطة فايت لي مقدمها معاكم في القناة يعني غير حاولت انني نجدد منها وفعلا وصفة رائعة وكتستحق انها تجرب وتكون يعني هي وصفة معتامدة عندكم في الكيك كيف كتشوفوا معي الكريمة كيفاش كتجي والكيك كي يجي كي يدوب في الفم كنتمنى اخواتي ما تبخلوش عليها بواحد اللايك للتششيع فضلا تبرتجيوا الوصفة مع العائلة والاهل والاحباب كيف جرت لعداء دائما غدا نقطع معاكم واحتريف باش نشوفوها كيفاش دايرة من الدخل ونشوفو الخفة ديالها كيف قلت ولها شاشا كدوب في الفم ما كتاخدش منها شي مجهود او لا اه يعني شي تقنيات شي حاجة بسيطة وان شاء الله نصحكم انكم تشوفو الوصفة الاصلية ديال هاد الكيك هذا والعديد من الاقتراحات ديال تورتات ديال الكيك اللي شاركت معاكم مؤخرا لانهم فعلا غزالين وكيستحقوا تجربة خليت لكم الراحة اخواتي في امان الله الى اقتراح اخر ان شاء الله وكيف قلت ما تبخلوش عليا بواحد لايك للتشجيع فضلا تعليق من تعليقاتكم زوينا لكي تحفزني انني اعطيكم الجديد دائما وانا كانت اول سيارة لكم القناة تعجبكم المحتوى فعلوا الجرس بالطريقة الصحيحة باش توصلوا بجديد الوصفات والحلقات في امان الله